إسلام عزيز بقول كابتن إسلام أشكرك جداً قول لكابتن خليل إن أنا بحب حضرتك جداً يا وش الساعدة علينا وعايزين نسمع منك الحداية عشر هناخد جزء كده برضو نسمع من كابتن خليل وهو بيعلى ياسر نورت مصر وسؤالي لو حتعلق على هدف القضية ممكن كنت هتقول إيه هدف صراحة توقيت صعب في وقت صعب شوف في بطولة صعبة كل حاجة كانت صعبة نهاي القرن نهاي القرن نهاي القرن نحن خليجياً نقول هي تكسر خشوم يعني اللي يكسب التاني حيب صيطه لو مهما حتى لو مثلا الأهلي عنده ثمانية نقول لو فضل على التام قبل التسعة قبل التسعة أيوة ولو كسب بطلات وغيرها رح يبقى مضش نهاي القرن هذا هو اللي عالق في ذاكرة المشجعين وأنت لاحظت يعني التاسعة صارت أهم حتى من العشرة رب عليك هذا ليس قلت أقول لك واحتفالات العشرة يعني العشرة عادية عادية جداً عادية جداً كنت لما نتفوز على الغريم التقليدي والمنافس في بطولة نفس هذه في نهائي منتظر على مستوى كل العالم اللي كان بيتفرج على المطش معناته أنت كسبت أشياء كثيرة جداً أشياء كبيرة حتى خارج نطاق كرة القدم معنوياً نفسياً كل شيء راح لصالح النادي الأهلي حتى لو يجل زمانك بعدها ويكسب الدور حتى أتذكر كلمة لكابتن حزم إمام الكبير قال كده الكلام اللي حريب تقوله أن المطش ده حيفرق فيما هو قاد مستقبلاً يعني وحيخليك تبقى حد إيده أعلى من التاني في الملعب وده كان الفارق ما بين الأهلي والزمالك